السلام عليكم الغزالات اليوم نقدم لكم واحد الفطيرة تحمق جيدة و رائعة بدون عجينة ولا ورقة البسطيلة ولا اكترة المقادير ولا اكترة الزبدة والزيوتات كما لاحظتم من الاد و اروع ماء صراحة شي حاجة لفنة و الديدة ستعجبكم سوف تلاحظوا معي و سمعوا تقرميشا كجي الاد ما يكون كتحمقة رائعة كنتمنى انكم تجربوها فعلا كجي الديدة والزوينة كما لاحظتم انا قبل ما سوف نقصها كم لك تفرتز قدامي سوف نحاول ان انا ندورها لكم انها تشوفوا يعني هانتوما صراحة شي حاجة رائعة و سوف يتجربوها و سوف يترحمونها على بركة الله لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة و اتضغطوا على الجرس لكي وصلكم الاشعارات و القناة لانه فضل اواخر مبقشك وصلكم معيكم الى اضغطوا الجرس و اتضغطوا المقادير في صندوق الوصف و لا تنسوا اللايك والاشتراك و دائما اتضغطوا لي التعليق لكي نحمق و كجي الديدة انا متأكد اتجربوها اول حاجة 300 جرام من دقيق يعني مقادير بسيطة ما يعديننا ثلاثة ديال كقوس ديال العنبه الدقيق الخاص بالحلويات بالنوع الجيد نضيفو الملح طبعية الحال كان ملحو شوية مجينش من السوسة و نضيفو لها واحد الخاميرات الخاصة بالحلويات من فئة 8 جرام ولا 7 جرام يعني بحل بحل و لا عندكم يعني بالعبار قديرو ملعقة صغيرة مملوئة من بعد كان نوضع ب 4 معالق من الزيت النباتية عندي هذا المعالقة صغيرة ذاك شعيش كان كترش فيها مهم 4 معالق و نضيف واحد للبيض ديالبيضة و السفر ديالبيضة طبعية الحال غادي نحتفظو به حتى الاخير و غادي باش ندهنو الفطيرة سوف تلاحظو معي سوف يوم من بعد هذا الأثناء سوف نزيد البيض فات الهجين و نجمعه بالماء البارد يعني من الروبيني أو دعوه يبرد حتى نجمعه ثم طريقة سهلة و بالنسبة للهجين يعني لم يكن نضيفها و تكون قصحة بشوية سوف نعود الكوام بشوية مجتمعه و نضيف الماء بشوية حتى لا أرخيش العجينة بشوية وقترات كيف ملاحظو و نقوم بشوية ثم و نعود بشوية للطرف يجب أن تسهل معنا سوف نكتفي بالماء نزيد لها نهائيا سوف تحتاج تقريبا 1 دلار لا يجب أن تفوته سوف نعجنها سوف نعجنها تقريبا 5 دقائق سوف نقسمها على ستاديا الكوريات سوف نعبرها ساعة سوف نقصها بمكتفي سوف نقصها بشكل ميزاني سوف نقسمها على ستاديا الكوريات إذا كانت لديكم صينية كبيرة سوف نقوم بوضع 500 دقائق سوف نقوم بتقريبا سوف نقوم بشكل مكلا سوف نقوم بشكل مقالي سوف نقوم بشكل مليئ تباوئي قليل من زيت و تباوئي من الدرس تباوئي من بعد تباوئي كبير و تباوئي ، تباوئي من طريقة و تباوئي من الأعضاء و تباوئي من الملحة سوف نزيد لها 1 حبات الفلفلة اللي سوف تكون حمرة او خضرة ولا اي ففلة في الالوان طبيعة الحل اضفتغي واحدة و سوف نجعلها تشحر شوية بهذا الشكل هذا سوف نزيد لها 3 جزارات اللي يكونوا كبارين و مبشورين رقاق ممكن ان نضيفوا اي خضرة عندكم ممكن ان نضيفوا اي حاجة تفضل ماشي بضرورة يعني انا اكتفي بهذا المقادر هادو و سوف نزيد لها دند سوف نعطيكم هذه الفكرة قبل ما اعطي تديروها عندما تلاحظوا معي سوف نجعله ينزل شوية ذاك البصلة والجزار دينا اعاد باش نضيف القطع دي لها دند او دي كرومي قبل ما نضيفه نيشان يعني شديد ممكن سعدي 1 300 كرام مهم 1 الهبراء شوية و صعفة شديد الماء خليته يسخن مزيان قدرت اضفت فيه شوية الملحة و ملعقتين كبيرة من الخل وضفت فيه ذاك اللحم وصفيته يغللنا مزيان وكان حلق يبغي يتسلق لنا سوفي صفيته وغسلته مزيان وحيته ذاك الكشكوشة وذاك الرغوة لماذا اضفت ذاك لان البنت اضفت لها لان البنت اضفت زفورة بيبي وصفيته من بعد عاد رميته تم معي كما لاحظتوا هنا بالنسبة عادة سوف نزيد ثوابل اللي اضفت لهم شوية البزار شوية الملحة فهنا يضفت على الملحة وشوية سكين جبير وملعقة صغيرة من المرزينة ل Buenos Aires ونضر للمقلق وكما لاحظت مزيفة ثقافة زفورة يجب طعم الزيت همارك الملحة سوف نقلب سوف نضيف ملعقة كبيرة من حمض مصير وضيف ملعقة كبيرة من حمض مصير وضيفه ملعقة كبيرة وضيف ملعقة كبيرة سوف نتجد ملعقة كبيرة سوف ننطلق فيها بات الشكل هذا و انا استعمل بالدقيق و ننشى لخلطهم مع بعدياتهم ممكن نديرو غين شابو فقط بوحدته لكي نفاش كنا هكا نقصدو شوية نديرو دقيق و ننشى الكيمياء هكا تقريبا نصف قسم دقيق و نصف قسم النشا و سوف نخلطوهم جود من بعد كم قم السمرة هكا يعني غد ندير نفس طريقة الأولى وحتى الطريقة الثانية كما لاحظوا يعني جوج و جوج جوج عندي استدلق الكوريات و كل كورا انتم اطلقوا بجوج و داري البنات انا كون فاشتقا و تديرو ديرو البنات غير فقط غيب شوية باش هكا ما تقطعش ليكم كنعرفوا على ان الورقة دي الفيلو اللي كتكون حساسة بسف فليهذا البنات انها بشوية عليكم انا داري لكم منتج اه بزربة هكا باش ما يتواش عليكم في فيديو و تستفدو اكتر سوف من بعد غدي نجيب الجوج معالق ديال الزبدة الدايبة خاصة بتوراق و نضيف لها القليل من الزيت هي اللي باش كان ندير بها الطريقة هذي كان ندهن كله ورقة على ورقة و كان ندير باللسبة للصينية الصينية عن ما عنديش كبيرة بزيف و ان شاء الله خليوني ننعبرها و نخليها لكم في صندوق الوصف يلا عندكم صينية هذي الكحلاء يعني لي ديال الضو الكبيرة هذي كرة ندير فيها 500 جرام ديال الضقيق و نديره في طبيعة الحل الحشوة زيدة و من بعد نديره ثلاثة ديال الوريقات التحت و كل بين ورقة و ورقة ندهن بالزبدة و الزيت و من بعد ندير الحشوة بعد ما بردت لي بطبيعة الحل و نكرر نفس الطريقة و نفس العملية من الفق ندير الطبقة الأولى و نوصلها للجناب و ندهن بالزبدة و الزيت و من بعد نزيد نفس الطريقة البنات و ثلاثة ديال الوريقات التحت و ثلاثة ديال الفق و من بعد نقطعهم هكا قبل ما ندخلهم ما يطبيبو و على درجة اللي كنت تكون مرتفعة اتكيس خلي الفرن مزيد عاد باش كننقص لي العافية و هكا نخليها كالطبيعة لخطر خطرها و هكا نخليها كالطبيعة حتى 40 دقيقة على عافية مهيلة كما نقول نفس الشيء من الفرن ديالته يعني كتكون العافية منخفضة و باش كتطيبنا على خطر خطرها و يجينا مقرمش و الديد و طيب من بره و من الداخل بطبيعة الحال سوف ندهن الوجه ديالها عندي سفار البيض اللي كانت شاطلية من العجين و تفتلي هنا ملعقة زيت و غدا يدفتلي سوسوية و تفتلي معها من القدية الحليب أولى تفتلي مع القدية زيت و سفار البيضاء و القليل من القهوات سرعة الدوبان و ممكن بلاش بل اظن انها مديروهاش مباشرة ملعقة زيت و ركتة تقوم بلاد من القهوات طبع خطر و تفتلي مع القانون نقصات تحصل نقصات سوف نزينها بالفرمج سوف نزينها بسيط جدا سوف نزينها بسيط جدا رائعة والديدة اشتركوا دائما في القناة اذا كنت اول مرة تجزور القناة شافس لا تضغط على سبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونا اضفت زرارع سنجلان وزرارة الكتن نستفد منهم ونزينها اختيارا نقاط 15 القطعة بسهولة يعني واحد يعني ما كنت تاخد شي لنا وقت كتير والمدق صراحة اللي رائع جدا شكرا بزاف